سؤال الأول حول تطهير بيت من أثار نجاس الكلب ما حكم شراء بيت كان ساكنوه من قبلنا يربون كلبا كان يقضي حاجته في الحديق على الحشيش وكيف نزيل أثار النجاسة من الأرضية والمكد هل لابد من غسل المكد والأرضية سبع مرات أولاهن بالتراب وكيف نزيل النجاسة من الحشيش الأخضر السؤال إذا طرأت النجاسة على أرض فإن تطهيرها يكون بالمكاثرة أن تسكب عليها من الماء ما هو أكثر من البول أن تكاثر البول بالماء أن تزيل عين النجاسة وأن تكاثر موضعها بالماء وهذا قد يتحقق بغسلة واحدة فإذا لم يزل عينها إلا بغسلتين فعلت وهكذا حتى يزول عين النجاسة النبي عليه الصلاة والسلام لما بال أعرابي في المسجد قال أريق على بوله ذنوبا من ماء ولم يذكر عددا لقد روى البخاري عن أبي هريرة أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأحريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا محسرين طبعا إذا كانت النجاسة زاد جرم يعني كالعذر مثلا فلابد من إزالة الجرم أولا أو دم جف يزال ثم يتبع بالماء وأحيانا تزيلها بكل ما حولها من رطوبة كما لو جثت من أصلها اجتساسا في هذه الحالة لا تحتاج إلى غسل لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل الموكريت الظهر أنه مثل الأرض أن قياسه على الأرض أقرأ من قياسه على الآنية التي ولغت فيها الكلاب فيكفي في تطهير المقد أن تكاثره بالماء أي أن تصب عليه من الماء أكثر من البول وهذا يكفي والحمد لله من أهل العلم من قال بالتسبيع يغسل سبعا إحدى هن بالتراب وأن نجيب كربه مية ونجيب أسفنج نشفط المية دية كربه كمان مرة كمان مرة والثالثة والربعة والخمسة والستة والسبعة أحدهن بالتراب أو بالصابون قد يقوم الصابون مقام التراب لكن إلحاق المقد بالآنية فيه مشقة ظاهرة لقد ورد التسبيع في الآنية فقط وإلحاق المقد بالآنية فيه مشقة ظاهرة على الناس وقياس المقد على الآنية ليس بقياس جلي إن قياسه على الأرض قياس أظهر فكما تطهر الأرض بالمكاثرة يطهر المقد بالمكاثرة بالماء وإزالة عين النجاسة الحشيش الذي عليه نجاسة تزول النجاسة منه إما بالجفاف وزوال الأثر أو بالمكاثرة بالماء إذا جف بالشمس وزال أثره فقط طهر أو إذا كثرته بالماء فقط طهر كما فعلت بالأرض